أكثر من 59 مدرسة للطفولة المبكرة دشنها أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز لتبدأ عملها مع بداية العام الدراسي الجديد لخدمة أكثر من 6000 طالب وطالبة على مستوى محافظات المنطقة والتي أسند فيها تدريس الصفوف الأولية للمعلمات هذه مرحلة مهمة جدا تحقق إن شاء الله رؤية المملكة 2030 وهي قائمة على أساس علمي تربوي نفسي لما له أهمية لهذه الفئة العمرية في مستقبل حياتها التعليمية والتي بإذن المولة ستنعكس على ما بعدها من مراحل دراسية لذلك كانت هذه الأهمية لهذه المرحلة مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال للمستوى الثاني والثالث والصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية تستوعب إن شاء الله إجمالي 11 ألف طالب وطالبة في جميع المدارس الطفولة المبكرة ما بين رياض أطفال وصفوف أولية بني وبنات وتأتي هذه المرحلة الجديدة في مسيرة التعليم بهدف تحسين جودة التعليم واستثمار الفراغات والمساحات في المدارس القائبة وتعزيز كفاءة الإنفاق علي الشهري الدماما ترجمة نانسي قنقر